أعتقد أنا كتصور أنه بدأ المدرب يمشي بخطوات واثقة لربما بعد التصفيات بعد أن نحسم التأهل للتصفيات النهائية أعتقد راح يكون أضافات ما يشككون بهذه الخطوات أنت تقول كتنيتش يسير بخطوات واثقة كثير من المحللين أبناء الوسط الرياضي يشككون بهذه الخطوات يعني تعرف أستاذ علي هي كل آراء لكن الظروف اللي مر بيها البلد والظروف اللي مر بيها العالم حتى ما تعلم المدرب أنه يختار المجموعة اللي هي عملت معه يعني أنت تعرف ما نقدر أن نسوي مباريات ودية كل ما تطلب التطبيعية مباراة مع أحد المنتخبات تنرفض بسبب الإجراءات الصحية فبالتالي هو حصر الدعوات على اللاعبين اللي عملوا معاه لفترة طويلة بحيث أنه راح تقلل من الواجبات اللي يطلبها أنه يعرفون هو شريط التكتيك تعرف إحنا غيرنا الكابتن كتنيتش غير طريقة اللعب من الأربعة الصريحة إلى ثلاثة أربعة ثلاثة بعد أنه وجد عدنا مشاكل بالخط الدفاع وهم صارت انتقاد على تغيير هذا خاص من المدرب يعني أنا أتفاجأ خصوصا من المدربين أنا اليوم مدرب مو منحق أي مدرب يجي يناقشني بالطريقة اللي أنا ألعبها أنا أعرف اللاعبين وأعرف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأعرف شن المصلحة وين تكون وين الطريقة اللي يتناسب الفريق وشن اللاعبين اللي يناسبون هذه الطريقة فبالتالي اليوم إحنا كمدربين لازم ندعم المدرب كتنيتش هذا هو صلب عملنا اليوم أنا جاء أختار تشكيل الفريق على سبيل المثال راح أختار أولاً العناصر اللي يتناسبني والعناصر اللي يتناسب طريقة اللعب ومن ثم إذا شفت هؤلاء اللاعبين ما يقدرون يأدون هذه الطريقة أغيروا الطريقة الثانية وهذا عمل بيكاتنيتش نجحت هذه الطريقة مع منتخبنا؟ طبعاً مصدر أنت اليوم في هاكبة التصفيات خلنا نكون آضحين من 86 آخر مرة صعدنا بيكاس العالم أنا اليوم أريد مستوي بهذه الظروف لأريد صعود خلنا نكون واقعين كده الصعود؟ الصعود خلاص